سلام عليكم تعرفون المثل اللي يقول من شاور الناس شاركهم عقولهم الله يسلمكم فيه امرأة عمرها تقريبا في نهاية الثلاثينيات 38-39 سنة متزوجة من رجل كذلك في بداية الاربعينيات 41-42 سنة والمرأة هذه والرجل من احدى الدول العربية ومقيمين في احدى الدول العربية متزوجين وصار لهم تقريبا 10 سنوات 11 سنة وطبعا صار لهم فترة منزمة مقيمين فيها الدولة هذه والله سبحانه وتعالى رزقهم ثلاث أبناء والمرأة والرجل عايشين بسبات ونبات وما عندهم قطعة من الشيطان لكن اللي حصل في يوم من الايام تتفاجأ انه زوجها حاب انه يتزوج الزوجة الثانية وجاءها ذاك اليوم وقالها يا افلانة والله صراحة انا ناوي اتزوج يا ابن الناس يطولك يقصرك شنو تتزوج شنو مقصرة عليك انا قالها والله تعرفت على فتاة من هالدولة هذه فتاة اجنبية والفتاة هذه اسلمت وصراحة انا ودي اتزوجها والبنت هذه عمرها 24 سنة والمرأة هذه المسكينة انهارت وصارت تبكي ويا ابن الناس وحرام عليك ويعني صارت فيه وضع لا تحسد عليه فالمطلوب من الاخوة والاخوات الاستشارة بارك الله فيكم المرأة ضايع الان ما يعرفانا شنو ودها تسوي وهي متابعة تعليقات ودها تشوفوا بشنو تنصحونها بحكم التجربة بحكم الاقامة في الدول الاوروبية شنو تتصرف شنو تساوي لذلك لا تبخلون بتقديم النصيحة بارك الله فيكم اما بالنسبة لقصة الليلة قصة الليلة من سوريا وتحية لأهل سوريا وليهون السامعين جميع عام 1991 وتحديدا في منطقة ينقالها عدرة في ريف دمشق فيه شاب ينقاله مفيد مفيد هذا اكبر اخوانه وعايش هو والدته وعنده تقريبا ثلاث اربع اخوان شباب اصغر منه وبنات ثنتين وهذا مفيد في هذاك الوقت كان عمره تقريبا سبعة وعشرين الى ثمانية وعشرين سنة طبعا مفيد شاب في قمة الرقي شاب محترم ما هو صاحب سوابق ما عنده مشاكل الا المشاكل المادية مفيد هذا هو المسؤول عن هالعائلة اخوانه اللي يدرس فيه المدرسة واللي اصغر صغير لانه ابوه متوفي صاره فترة منزما وبلشان بهالعائلة الطويلة العريضة عائلة تأكل راس الحية والاحوال المادية تعبانت جدا مفيد طبعا دارس في احد المعاهد مع معهد محاسبة وحاصل على شهادة من هالمعهد وصار له فيها ذاك الوقت خمس سنوات موظف في احدى المؤسسات كامين صندوق ومفيد معروف بين زملائه واصدقائه والناس بالامانة وشاب يعني يعتبر شاب مثالي ويعتبر قدوة للموظفين الموظف اللي حافظ على الامانة طلع تفتيش كثير على الصندوق اللي مستلموا تطلع احيانا كبسات ولا مرة عثروا على نقص في هذا الصدوق بالاضافة الى انه مفيد قدر يثبت جدارته ووجوده في هالشركة مدير الشركة صار يعني يرسله في كثير من الاحيان على البنك يأمنوا على الفلوس فلوس هالشركة بالاضافة الى انه هذا الشاب ذكي جدا وكان المدير او بعض الاصدقاء يستعينون بخبرات مفيد في الحسابات في نهاية السنة لما يسوون جارد يضبطون الامور مباشرة يجيبون مفيد ومفيد ما يقصر مع حدا المهم المشكلة مشكلة هذا الشاب انه باليوم يفوت على هالشركة هذه مئات الالاف ويطلع منها مئات الالاف وهذا الشاب يعني راتبه بسيط في هذاك الوقت رواتب الموظفين يعني يا دوب تمشي الحال فالمسكين ابوه كان يعمل فيه الزراعة يعني عامل عادي ولما توفي الرجال ما ترك لهم شي حتى البيت اللي ساكنين فيه اجار وهذا الشاب مطلوب منه التزامات العائلة اجار البيت ومصروف العائلة اخوانه في العطل الصيفية يشتغلون لكن يعني اطفال صغار شنو شغلهم شغلهم يا دوب يعني مصروفهم وبعض الاحيان يساعدون اموهم في بعض المصاريف المهمة تروح الايام وتجي الايام وهذا مفيد يعني الراتب بمجرد ما يقبضوا ما يقعد عنده تقريبا اربع خمسة ايام اللحام له مبلغ صاحب السوبر ماركت له مبلغ يعني ديون كلها ديون الراتب يروح ديون ويبدأ يدين من اول وجديد ويوعد الناس على الراتب القادم وماشي الامور على هالحال ومفيد صار يتقدم بالسن اربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين سنة صار تقريبا يعني بحيطان الثلاثين اللي بعمر مفيد تزوجوا وصار عندهم ثلاث اربع ابناء او على الاقل تزوجوا لكن هذا المسكين له قدران يتزوجوا له يعني برقبته عائلة امه واخوانه وخواته ويعتبر هو المسؤول لذلك يقول لك لعله وعسى انه الله سبحانه وتعالى في يوم من الايام يغنيني واتزوج حتى حاول اكثر من مرة انه يشتغل دوام ثاني او شغلة ثانية بعد ما يخلص من الدوام يشتغل يعني عرفي سوق سياره بعض الاحيان يشتغل على تاكسي اجرة في عنده احد اصدقائه عنده تاكسي اجرة فيشتغلوا ساعتين ثلاث اربع ساعات على حسب ما يقدر احيانا يشتغل وما يجي التالي الليل احيانا يشتغل فيه ايام العطل المهم الولد ما هو مخلي شغلة عتب عليه يحاول قدر الامكان لو بس يصمد له مبلغ على جنب لاجل اذا تقدم لخطبة وحدة من بنات الناس اقل ما يمكن الابسه خاتم ومحبس وجواز حلق على الاقل لكن لا حياته لمن تنادي الولد حظه قليل وتروح الايام وتجي الايام وتعرفون السنين والايام شلون تمضي ما تدري المهم لما وصل لثمانية وعشرين سنة صار يفكر فيه موضوع الزواج بشكل جدي لكن لما يفكر فيه هذا الموضوع يجي موضوع الفلوس من وين وده يجيبه فلوس ومن وين وده يستعجر بيت واخوانه وامه وخواته وشد ندي يساوي صار يعني بين نارين بين انه يقضي على مستقبله ويظل يشتغل ويكدح لاجل يدير باله على امه واخوانه ولا انه يحاول يلتفت نفسه واخوانه وامه يدبرون بعضهم شنو يضل البلشان فيهم والعمر كله والافكار تاخده وتجيبه وما هو عرفان شنو يده يساوي لكن اللي حصل معه مفيد في يوم من الايام وتجي لعندهم موظفة على الشركة بنت الطير العقل طبعا مفيد شاب وسيم واخلاق وهيبة او يطلع عليها شغل الصبح متأنق مضبط اموره يعني على قد الحال لكن يبين عليها الرتابة والاناقة والشياكة المهم لما جاءت الموظفة هذلك اليوم موظفة جديدة جايبينها على الشركة ومفيد وده يعرف الان هالموظفة هذه وين وده تشتغل باي قسم ويسأل من هناك وتطلع البنت هذه جايه سكرتيري جديد للمدير لمدير الشركة الولد لما شافها طار عقله وصار يحسب ويفكر وشاف انه البنت هذه هي فتاة الاحلام ولكن البنت توها جاية يعني ما في معرفة بينه وبينها يعني وظفة جاي جديد على الاقل يعني ما هي حلوة من اول يوم ولا يروح يفاتحها ولا في موضوع زواج وكذا قال لك خليها فترة من الزمن اسبوع اسبوعين زمان ويحاول يتقرب منها في البداية حاول يفاتحها في موضوع الزواج المهم مفيد صار يشوف السكرتيري هذي اللي اسمها حنان واللي هي اسم على مسمى بنت تأخذ العقل جمال وآدب وحية البنت ما ترفع نظرها ومفيده وصار يشوفها بالاحلام او لما صار يفكر في موضوع الزواج يقول لك ايد من وراء ويد من قدام والبنت هذه ما يعرف احوال اهلها المادية ما يعرف عنها شيء ما يعرف عن اطباعها لكن كنظرة اولية عجبته البنت المهم بحكم عمل مفيد كامين صندوق بشكل يومي لازم يلتقي مع المدير يتشاورون في بعض الامور الحسابات الوالد الطالع الرايح الجاي والمدير يحب مفيد ويحب يشوفه كل يوم ومفيد استغل الوضع هذا انه مفيد لازم كل يوم يتصبح بحنونة ونهاية الدوام كذلك يشوفها البنت حست انه مفيد هذا عنده نظرات ويعني عرفت انه الشاب يعني مستلطفها وهي كذلك ارتاحت لمفيد مفيد صار يتحجج باي سالفة حتى احيانا المدير يطلع تعرفون المدير يكون عنده اجتماعات يكون عنده في الوزارة مدر وين يطلع على بعض المشاريع فمفيد يجي بحجة انه والله ها ودي افوت على مكتب المدير ودي كذا ودي مدري شنو يتحجج بس ودي ويجي يقعد عند حنونة او شوي شوي مع مرور الوقت ويتجرأ هذاك اليوم مفيد وقال لها يا بنت الناس انا صراحة في عندي كلام ومعاد اقدر اكتموا اكثر من هالمدة خير يا مفيد شنو الموضوع قال لها صراحة انا احبتش البنت خجلت ويعني اول مرة تسمع مثل هالكلام قال لها صراحة انا من الآخر احني ماني من الشباب اللي يلعبون ويضحكون واكلوا بعقلك حلاوة واساويليش البحر طحينة لكن يا بنت الناس انا صراحة حبيتش من النظرة الاولى وحنان ما صدقت على انها سمعت انه امين الصندوق ومفيد هذا الشاب الوسيم صارحها بالحب اثاري البنت ذايب بمفيد اكثر منه المهم صار يتواعد مفيد وحنونة نهاية الدوام يطلعون على احد الكافيهات يشربوا لهم فنجانق هوا ولا كاسة عصير وصارت علاقة الحب هذه تطور يوم ورا يوم وطبعا بحكم انه مفيد سولفها عن الوضع المادي وانه هو مسؤول عن عائلته وعن اخوانه وعن امه وعن الاحوال المادية اللي مر فيها والبنت تعلقت فيه لكنه هو تعلق فيها اكثر من تعلقها فيه وبعد مرور فترة من الزمن شهر شهرين ثلاث اربعة خمسة سنة زمان قالتوا بعدين يا مفيد انا صار يجيني خطابين وصراحة يعني اهلي صاروا يضغطون علي وانا ماني عرفانه شنو دي اقولهم رفضت واحد واثنين وثلاث وقلت يعني البنت عمرها تقريبا في ثلاثة وعشرين اربعة وعشرين سنة وتقول امي صارت تضغط علي وليش ما تتزوجين ويعني قاعد يتقدم لي عرسان كفو اللي عنده سيارة اللي عنده بيت اللي اموره المادية مرتاحة وانا قاعدة ارفض هالعرسان هذول كلهم لاجل عيونك ولاجل حبنا لكن اللي اعمت انا ودي اظل ارفض قال الهيابة الناس طولي بالك عضت كوساي ما تعرفين الارزاق والاعمار والاقدار بيد الله عز وجل طولي بالك علي امهليني وعلى اليوم وبكرة وروح جيتك والايام تمر والاشهر وتروح الايام الى تقريبا بعد سنتين من علاقة الحب هذي مفيد صار ما عادي يقدر يقضي يوم الا ما يشوف عيون حنان الولد تعلق فيها الى درجة كبيرة ولكن ما باليد هيلة فلوس ما في والراتب من اول اربع خمس ايام يخلص والبنت صارت تضغط عليه وهلها يضغطون عليها طبعا في نهاية حنان صارحت امها قالت لها امها تعالين كل يوم والثاني جاي الناس العرسان تدق الباب وانتي رافضة شيني سالفتك ليش ما تقبلين ليش ما تتزوجين اكيد انتي في عندش حد ببالك قالت ايو والله يا امها انا احب شاب وصراحة الموضوع كذا وكذا وكذا لكن ما قالت لها عن الاحوال المادية انو والله احواله المادية تعبانة ومسؤول عن عائلة طويلة عريضة لكن قالت لها ما تحسين وتدريناها اليوم بكرة بعد بكرة الاسبوع الجاي الشهر هذا خطبني وقالت الام على بركة الله بس لا يكون قاعد يضحك عليش هذا يا بنتي ديري بالش وشباب الها الايام يسوي لش البحر طحينه ويضحك عليش وياخذ اللي يوده يا اصحش يا بنتي تطلعين معاه على مكان قالت لا يا انا وياه والله يعني زملاء في دوام زملاء عمل وشاب في قمة الادب والاحترام وحتى المدير يحترموا وهذا الشاب يعتبر من أنجح الموظفين وأحسنهم فيها الشركيين ولا تخافين الشاب ما عنده منها سوالف وبنتيش أنا مربيتني أنا تربايتش ما يعني ما أغلط المهم قالت لها يا بنت لا طولين بالسالفة والعرسان ترى الناس صدعت راسنا وراسنا صار يوجعنا ويعني الناس صارت تسولف وجاراتي وخواتي وليش بنتيش ما تتزوج وليش المهم بعد فترة البنت حنان حطت مفيد على المحك وقولاته اللي يقولون حطت له العصب الحوض ويعني خلاص يا أم تتيجي تتقدم الخطبتي مثل الخلق والناس يا أم هالحب هذا شني فايته وفي النهاية على بسوالف وطق حنك وروحات وجيات وشرف من جانق هوة ولقاءات على الفاضي في النهاية يعني أنا بكرة يفوتني قطار الزواج وبسوالف هذه ما تصير يا مفيد مفيد عنده صديق ينقلوا حسن صديق وبنفس الوقت زميل موظف معاه في شركة ويعزوا ويحترموا فيها ذاك اليوم حسن يشوف مفيد ما هو على الحشيشة يعني أوضاعه مبين مكركب ووزعلان ما هو يعني كالعادة خير يا مفيد شن السالف وقالوا والله السالف كذا وكذا وكذا البنت تعلقت فيها ومع ديقدر أعيش بدونها ولكن شوفت عينك هالأحوال المادية ولكن يا أخي حتى إذا ودي روح أخطبها أتقدم الخطبتها ما عندي حق خاتم يا أخي محبس بس محبس ما ودي خاتم وحلق بس قدام عين الناس يعني مو حلوة أروح أخطب البنت وما ألبسها محبس وشوفت عينك يا أخوي حسن الأوضاع المادية تعبانا والراتب ما يقعد بجيبي أول يوم الثاني الثالث يكون طاير وماني عرفان شنو ودي أساوي وصرت في الثلاثينيات والعمر قاعد يمشي والأيام تطوي والشيب بلش يبين براسي وشكلها هالبنت ودها الطير من بين إيدي يا حسن قال والشغلة بسيطة إذا فعلا أنك تحب هالبنت يا مفيد وودك ياها وموودك تضحك عليها وفعلا وودك ياها كزوجة على الأقل يعني دبر لك حق محبس تسلف خذ لك سلفة المدير يحبك أكيد ما راح يقصر معاك خذ سلفة على الراتب وروح وخطبها وتقدم الخطبتها بشكل رسمي وبعدين لكل حادث حديث واللي دائر باله على هالعائلة كلها وهذه يعني يسواها ما يسوا أخوانك وخواتك وأمه قالوا يا حبيبي يا حسن السالفة ما هي بس سالفة الخاتم والبنت أنا وياها صارنا أكثر من سنتين ثلاث وعلى مرتبطين وعلاقة حوب والبنت جاهها خطبين كثار ورفضت كلها الشباب اللي تقدموا الخطبتها لأجلي ويمكن أهلها ما يرضون أنه فترة الخطوبة الطول فقال له شغلة بسيطة أنت شوف المدير وخذ لك سلفة على الراتب واشتري لك خاتم بسيط ومحبس وروح تقدم الخطبتها وبعدين يحلها ربك وفعلا هذا اللي حصل ويروح مفيد على المدير هذاك اليوم شرح له الوضع قال له ابشر ويعطيه سلفة على الراتب ويبلغ حنونة هذاك اليوم قالها بشرك الخميس جايين الخطبت حنونة طارت من الفرح ومثلها مثل أي فتاة لما يتقدم الخطبتها شاب أنه خلاص راح تتزوج وتكون عسرة قالها بلغي هلش وخضي لي موعد وبناتنا تلفون أيامها تلفونات أرضية وحنونة طبعا بلغت أمها وأبوها وقالت الخميس جاي مفيد جاي يتقدم الخطبتها بشكل رسمي وقالوا يا أهلا وسهلا مفيد بلغ أمه وراح على خاله وكذلك وواحد من عمامه علشان يجون معاه في إجاهها وراح اشترى خاتم ومحبس وراح تقدم الخطبت حنار والجماعة وافقوا والأمور عال العال وصار مفيد كل فترة والثانية كل سبوع زمان كل يوم خميس ولا يوم عطلة مثلا يجي فيه زيارة على أهل خطيبته ولما يجي يجيب معه شوية فواكه شوية حلويات يعني الأمور على قد الحال والولد مبسوط لكن اللي يمعكر صفوها البسط هذا اللي هو نق أم حنان أم حنان شافت يعني المحبس والخاتم اللي جابهم الحنان خفيفات كثار يعني الولد هذا اللي يقدر عليه شنو يساوي وصارت تسمع بعض الكلمات اللي بنتها حنان وقالت لها والله يا حنان المكتوب ومبين من عنوانه أو زوجك هذا عفوا خطيبك مبين عنه أندبوري ومنتف وحافي ولا وراه ولا قدامه مبين من الخاتم والمحبس هذا اللي جاب لك متعينك ومتعين هذا مفيد يا يمه شنو تسول فين هذا خطيبي رح يصير زوجي في المستقبل ويعني هذا اللي يقدر عليه وبعدين يا يمه اللي ما تقبل بالقليل ما تقبل بالكثير البنت عقلها عكس عقل أمها أمها امرأة مادية بحتة لكن مع مرور الوقت ومرور الأيام والسالفة طالت وعلى قيمة تجهزون وقيمة وشافت يعني مفيد هذا لما ييجي عليهم له جايب له هدية محرزة البنت ما زالت لابسها الخاتم وهالمحبس لا يجيب لها طوق لا يجيب لها أسوارة اتفكر مفيد قاعد يلعب بالفلوس هذي اللي طبعا عرفت أنه هو أمين صندوق وتدخل له عنده مئات الألاف وتطلع من عنده مئات الألاف وتفكر الشركة هذي ولما يجيهم مفيد إيديت له لاح يا جايب له كم كيلو فواكه ولا جايب له صفط حلو وصارت تقول البنت يعني شنو احنا مفكرين مفكرنا هذا مفيد أنه احنا تجو عنين فواكه ولا تجو عنين حلو والمسكين هذاك يا غافل لك الله ويحاول يعني هو في خلف الكواليس قاعد يحاول يتدين من هنا من هناك يحاول يضبط له مبلغ يجهز نفسه لأجل يتزوج وتمسكه هذاك اليوم حمات وفيه إحدى الزيارات قالت يا مفيد شوف السؤالة فهذه كلها ما تضبط معانا خير يا عمتي يا حماتي شنو الموضوع شنو لي ما ينفع قالت صار لك سبع ثمان شهور وأنت خاطب هالبنت وما حطيت بإصبعها إلا هالمحبس هذا اللي ما يطلع له يعني حقه بسيط والخاتم هذا اللي عيار ثمنطعش ياريت إنك جاي بلها عيار واحد وعشرين قالها والله يا حماتي هذا اللي قدرت عليه والأيام جاية يا أم حنان إن شاء الله في الأيام جاية والله لأعبي إيديها أساور ذهب وأصابعها خواتم ذهب وأجيب لها بدل الحلق حلقين أو بدل الطوق طوقين لكن الشغلة ودها شوية صبر وعارف شلون الأوضاع وعارف أنا موظف وعلى قد الحال وأنا أصلا يعني صحيح عمين صندوق لكن أنا عارف شنو قاعد تفكرين الفلوس هذي اللي قاعد أستلمها أنا كل يوم هذي فلوس ماهلي فلوس للشركة قالت والله هذا مو شغلنا الأم زغزغت نيتها وصارت تلعب بعقل بنتها حنان أو يا بنتي وهذا يضحك عليك وشنو الخاتم هذا وشنو المحبس وشنو ساوت سالف لها أول ما لها آخر على هالخاتم وعلى هالمحبس البنت شوي شوي يعني مفيد المشكلة عنده عائلة ما هم لحق عليها صار يتسلف مني خصوصي السلفة اللي خذاها كذلك ما زال يسددها ثمن المحبس والخاتم ويحاول يدين من صديقه حسن من صديقه الثاني من زميله الثاني على أساس لما يجي عليهم ويجيب لهم شوية هدايا بسيطة لكن الأم إقلبت عقل بنتها قالت لها يا بنتي الحب ما يطعم خبز وهذا مفيد حافي ومنتف وما عنده شي شلون ديست عيشين انتويا البنت في البداية كانت يعني مصممة على أنه خلاص يعني ودها تعيش هي ومفيد لو على بصلة وخبزة لكن الأم إقلبت عقل همية وثمانين درجة وصارت شوي شوي تختلف معاملة حنان في الدوام خلال الطلعة والفوت ما عدي يا حنان الأولية ويمسكها مفيد غير يا حنان شنو سالفة شنو الموضوع قالت والله السالفة والموضوع يعني صراحة صرت أخجل قدام خالاتي وقدام عماتي وقدام صديقاتي مخطوبة وراح يصير لي سنة وما أنا لابسة غير هالمحبس وهالخاتم هذا يعني وبعدين قال لها لا بعدين ولا قبلين بس أعطيني شهرين ثلاث بالكثير وإن شاء الله تصلح الأمور وأجيب ليش ذهب ونجهز أمورنا وأتزوج عنويات في يوم من الأيام يتصل مفيد على بيت خطيبته حنان قاله وترد عليه حماته ودي حنان لو سمحت قالت شون ودك من حنان قال أنا والله ودي يعني أسلم عليها وأطمن عليها قالت السوالف هذه ما عدت تنفعك وأنسى إذا أنك في يوم من الأيام تعرفت على وحدة اسمها حنان والخطبة هذه رح نفسخها وخلاص أنت في طريق والبنت في طريق يا حماتي يا حنان يطولك يقصرك يا بنت الناس شنو تقولين شنو اللي صار قالت هذا اللي جاك ثاني يوم ويشوف حنان في الدواء خير يا بنت الناس ويقول حنان ضار ببوز متر قالت أنت صار لك فترة تضحك علي وتوعدني ومدري شنو وعلى اليوم وبكرة وتوعدني بذهب وتوعدني وشوف النسوان وشوف فلانا والله بنت عمي خاطبة وصديقتي خاطبة ولابسة ذهب ولابسة مدري شنو المهم وشوفوا خوي وحسن زميلو في الدوام شافوا كذلك زعلان هذاك اليوم وما هو مضبوط خير يا مفيد قالوا سالفة كذا وكذا قالوا الحل موجود لكن هذا الحل وده قوة قلب وشنو الحل قالوا أنت أمين صندوق وقاعد تلعب بالفلوس لعب الفلوس بينيديك قالوا يا حسن أنت تعرف الفلوس هذه مهلي لذلك سالف غير هالسالفة يا رجل أنت قاعد تضحك علي أنا رجال معروف بأمانتي وبأخلاقي وكل الناس تقول يعني مفيد ومفيد وآخر شي أجي أسرق من الصندوق قالوا يا أخي مو سرقة أنت كل قديش يجيك تفتيش على الصندوق قالوا يعني بالعادة ما يجينا إلا نهاية السنة قالوا إحنا تونا في بداية السنة اللي هي واحد وتسعين ومعاك السنة هذه كاملة لذلك مد إيدك على هالصندوق وخذ لك مبلغ محترم واشتري لهالبنت أسوار الذهب وضبط أمورك وتزوج أنت وياها ويا دار ما دخلت شر وليش أنت معقد هالأمور قالوا طيب يا سيدي مدينا إيدنا على الصندوق وخذينا المبلغ المطلوب وتزوجنا واشترينا ذهب وبعدين منين ودى جيب المبلغ قالوا كذلك الحل موجود يعني أنت بس يغل وخك شوية مفيد شلون شنو الحل قالوا الحل بعد ما تتزوج أنت وياها بما أنه البنت تحبك وتكون مشتري لها الذهب فتطلب منها ذهبات وتبيع الذهب والذهب على أطلوع ما هو على نزول وأنت كذلك راح تستفيد لك حبة مسك يعني الذهب راح يغلى اليوم أنت مثلا دفعت حقه نص مليون بعدين راح تبيعه خمسمية وخمسين ألف تستفيد لك خمسين ألف وقالوا أتركك من هالسؤال فيها حسن لا تورطني ويمكن ما يضبط يمكن ما يمشى الحال المهم بدأ مفيد يفكر فيها الحل وفعلا صار يفكر يقول لك المدير مؤمن فيه والتفتيش هذا ما يجي إلا كل نهاية السنة يفتشون على الصندوق ويشوفون هل فيه خربطة فيه الحسابات فيه اختلاس ومفيد معروف بأمانته وبعمرهم ما لقوا عنده ولا غلطة وفكر أول يوم الثاني الثالث وقال لك يا ولد علي وعلى أعدائي خليني أجرب وفعلا هذاك اليوم ويقوم ياخذ له مبلغ محترم ويتصل على حنونة قالها يا حنونة اليوم بدنا نروح نوياش على الصايا ودي أشتري لك أسوارة أسوارتين ذهب وبدنا نروح نوياش على أحد المحلات النسائية كذلك أشتري لك شوية ملابس وأضبط لك الأمور وحنونة لما سمعت أساور ذهب وفساطين وتضبطوا الأمور اتصلت على أمها أمها منبهة عليها قالوا تلهم ما تعطيني وجهها أبدا لا يروح يضحك عليك وهذا ولد ما عنده سالفة قالوا يا يومبا سالفة كذا وكذا ودنا نروح نوياش على الصايق ويشتري لي أساور ويشتري لي ملابس قالت خلينا نمشي معاه ونشوف آخرتها وياها هذا مفيد روحي معاه وينزلوا وياها على السوق وفعلا يشتري لها أسوارتين ذهب وخاتم وكذلك يشتري خاتم الحماتها واشترى لها شوية ملابس فساطين وعلى مكياجات وعطور البنت طارت من الفرح لكن قالت يا مفيد منين جبت الفلوس هذي شلوان ضبطت أمورك قالها ما عليك طلع لنا ورث الورث هذا ما كنا ندري عنه والرزاق الله أنت أكرم من الله قالت لا والله والله أحلى على قلبي من العسل أني أجدم عنه وياك تحت سقف واحد المهم خلال عشر تيام مفيد ضبط أموره وتزوج من حنونة والأمور على العال ويوم زواجها اشترى لها كذلك سوارتين ثلاث وعبا إيديها ذهم الخواتم المحابس الحلق وكذلك جاب لها طوق والبنت صارت ضحكتها من الأذان للأذان بالإضافة إلى أمها أم حنان أم حنان كذلك صار لها خاتم وصار لها حلق وفساطين وعطورات وهدايا وصار عينها وقلبها مفيده المهم مفيد وحنان عايشين مثل السمنة على العسل أو حنان ما تدري مفيد من وين جابها الفلوس ما تدري أنه ماد إيده على الصندوق لكن مفيد خايف بينه وبين نفسه والأيام صارت تمشي أشهرين ثلاثة أربع شهور خمسة شهور وبعد سبع شهور مينة زواج ويتصل المدير هذاك اليوم على مفيد تعال يا مفيد خير يا أستاذ شنو الموضوع قالوا تعرف أنا لي معارف في إدارة التفتيش وخبرني أحد المعارف هناك جاينا كشف على الصندوق جاينا حمل التفتيش على الشركة وبما أنه أنت ابن حلال وتخاف الله وامورك على العال لكن حبيت أني أعطيك خبر لعله وعسى عندك خربطة في حسابات عندك نقص عندك كذا نقص ما أعتقد عندك لكن يعني عشان تهيئ نفسك ما تتفاجأ بالتفتيش مفيد لما سمع التفتيش جاي بعد يومين طهر عقله وقلبه صار يدقه بسرعة ألف المهم جاء الخبر هذا مثل الصائقة وما هو متوقع أنه يجي التفتيش في هالوقت على أساس النهاية السنة يعني باقي تقريبا أربع شهور لكن الآن ما عاد فيه مجال وما عرف يشلون خلص الدوام هذاك اليوم ويرجع على البيت لا عند حنان ها يا حنان حنان شافته ما هو طبيعي غير يا مفيد شنو السالفة قال له والله صراحة أنا واقع فيه ضائقة مادية وعليه شوية ديون وشوية مشاكل ورح يشتكون علي اللي متدين منهم وصراحة يعني طالب منك انش تعطيني أساور الذهب اللي جبت لتشان عشان أبيعين وأصد هالديون هذي وإذا الله سبحانه وتعالى رزقني وأكرمني إلا أجيب لك بدال الأسوار أسوارتين قالت شنو انت من كل عقلك قاعد تسولف من كل عقلك أعطيك أساور الذهب وروح ألعب غير هاللعبات يا مفيد يا ابنت الناس يهديك يرضيك يطولك يقصرك قالت ولا ممكن انسى ولا تجيب هالسيرة أبدا روح تدبر حالك وأنت رجال وتعرف شنو تساوي وحنان متوعدة مساءه ذاك اليوم هي وأمها أنه ودهن ينزل على السوق يشترن شوية أغراض وتقوم حنان تطلع وتخلي الرجال في البيت وهذا اصطار يضرب أخماس بأسداس ويضرب التل يصيب البطين معدي عارف شنو دي ساوي بعد بكرة جاي حمل التفتيش والمبلغ اللي ما أخذه مبلغ ضخم يعني بالنسبة له وش لون ودهن يساوي وهذه مهرة ضيانة تعطي الأساور المهم حنان لما طلعت من البيت خذت الأساور معها والذهب ولما التقت مع أمها قالت لها السالفة كذا وكذا قالت لها هذا الشذاب ويضحك عليك وشوفي شنو دي ساوي بس ما دو ياخذهن يتزوج عليك دي ربالك أقول لك عطيني إياهن خليهن عندي لا يروح يغافلش ويسرقهن وانت نايمة تشلحينهن وتحطينهن بالخزانة كذا خليهن عندي أأمن قالت والله رايش هو المضبوط وتشيل الأساور وتعطيهن لهمها تبضعن به السوق ويشترن شوية أغراض وكل من رجعت على بيتها المهم في صباح اليوم الثاني طلع مفيد من الصبح على الدوام لكن قبل لا يطلع حاول مع حنان يا حنان يا حبيبتي يا قلبي عطيني هالأساور أحسن ما أتبهدل أحسن ما أنسجن قالت ما لك شغل وما لك أساور عندي هذان الأساور من حقي وبكرة أنت تضحك علي والسوالف هذه يا ما سمعناها ولا تاكله بعقلي حلاوة وتسوي لي البحر طحينة انسى السوالف هذه المهم راح على الدوام وما عرف شوء المضبوط الدوام ويرجع كذلك تالي النهار ظل معاه تالي النهار هذا وفي صباح اليوم الثاني راح يجي التفتيش شنو ودي سوي وما هو عرفان قال لك خليني أحاول معاها المحاولة الأخيرة ويجي على البيت ويلاقي حنان قال له يا بنت الناس ما ظل معاي فرصة أو مجال طبعا هي ما تدري أنه الفلوس هذه للصندوق بس هو قاعد يقولها ديون وناس قاعد تطلبني وشيكات وما دري شنو قالها ما ظل عندي غير تالي هالنهار وهالليلة اعطيني هالأساور وهذهبات خلينا روح أبيعهم ويا دار ما دخلت شر حنان كانت قاعدة تطبخ في المطبخ وقاعدة تقطع خضار وسلطة ومدري شنو قالت يا مفيد أنا قلت لك أنسى السالفة هذه وأنسى إذا عندي أساور ولا ممكن أني أعطيكي ياهن على تعطيني ياهن ما تعطيني ياهن ويمد يضربها ذاك الكاف قالت وتاليتها كمان تضربني مو عيب عليك يلي ما تستحت ميد إيدك على مرة بلشت تغلط على مفيد قالها يا بنت الناس اخذي شيطان ويعطيني هالأساور وصارت تشوبر عليه بالسكين ومن أمس مفيد استفزته زيادة عن لزوم بالألفاظ وما عدد يقدر يتحكم بعصابه وجماعة التفتيش جايين وبكرة المهم الرجال ما عدد يطس قدامه من أمس يفك السكين من إيد حنان ويسدد لها طعنة وحيدة جت الطعنة هذه في رقبتها في شريان رئيسي ويبدأ الدم مثل النافورة عب الخضار عب أرضية المطبخ الجدران المطبخ البنت تصرخ وتصيح لكن خلال لحظات وقعت فيه الأرض وبدأت تفرفر هذا شنو دي ساوي بعد يعرف وقف له أربع خمس دقايق مصدوم أسعفها ما أسعفها قال لك الآن صار يتصور حبل المجنق معلق برقبته الحل الراي المهم البنت خلال يعني أربع خمس دقايق فرقت الحياة انزفت كمية كبيرة من الدماء والآن مفيد أصبح مجرم وبدأ يفكر شلون وده يطلع من هالورطة ومن هالسالفة قال لك أول شي خليني أشوف أذهبات وين بخبيتهم ويروح على الخزانة على غرفة النوم يمكت البيت نكت يريد إقرام ذهب ما لقى مغوية حاطتهم عندهمها المهم عرف أنه الذهب ما هو موجود في البيت وما وده يتصل على حماته لأجل ما يجيب الشكوك حواليه وقال لك الآن تركنا من الفلوس وتركنا من الذهب خلينا نطلع من جريمة القتل على الأقل يعني ما يتعلق برقبتي حبل المشنقة الفلوس هذه أنسجلي كم سنة زمان على في تهمة اختلاص وبعدين أطلع أما أنه أنحكم إعدام ولا مؤبد لا بالله وصار يفكر ويقوم يطلع هذاك اليوم بعد ما غير ملابسه وضبط أموره يطلع على السوق راح غابله ثلاث أربع ساعات ويلتقي هو وأحد أصدقاه ويبدأ يعزم الصديق هذا وتعال ومدري شنو وخلينا نتعش إحنا وياك والمرأة قاعدة تسوي عشا وفعلا الصديق هذا يعني من أعز الأصدقاء ويجي هو وياه على البيت الوقت صار ما بين المغرب والعشاء ولما فتح مفيد الباب ودخلوا ويشوف هذاك المنظر مفيد ويقع بالأرض ويبدأ يصيح وزوج ومدري شنو الصديقه هذا لما شاف المنظر مباشرة اتصل على رجال الأمن على الشرطة ورجال الأمن خلال دقايق كانوا موجودين في مسرح الجريمة وبدأ رجال الأمن يحققون فيها الحادثة وخير وشن السالفة مفيد وحاول رجال الأمن يهدون وقدر الإمكان حضر الطب الشرعي والأدلة الجنائية والبحث الجنائي وقامت الدنيا وما قعدت ويا بنت قولي لمت حنان عثروا عليها مقتولة والظاهر داخل حرامي على البيت وطبعا الآن ممكن يتساءل سأل يقول وين أهل مفيد وإخوان مفيد ووالدته حمات مفيد بعد ما تزوج في فترة منزمة طلبت منه أنه يستأجر لزوجته منزل مستقل وانصياعا لأوامر زوجته علشان ما يسوي مشاكل استأجر وقصر الشر منزل قريب من منزل أهله المهم بالكشف على مسرح الجريمة ورفع البصمات ما أثروا أي بصمات إلا لي مفيد وزوجته حنان بالإضافة لا في تكسير في الأبواب في النوافذ الحرامي هذا شنو اللي دخل وتسمع أم حنان لما سمعت أم حنان قالوا البنتها مقتولة وسالفة كذا وكذا وتجي على رجال الأمن قالت ما حدا قتلها إلا هذا مفيد اللي ما يخاف من الله ويمسكون مفيد من أول وجديد يا مفيد ليش قتلت زوجتك ما قتلتها وواحد يقتل زوجت وبعدين احنا تونا عرسان وتحقيق وضغط ومنهين ومن هناك وتجيب الأم أم حنان سيرة المصاغ الذهبي وقالت هذا قبل يوم وين ثلاث طلب منها الذهب وعليه ديون وعليه مستحقات ومهدد بالسجن والبنت ما رضي تعطيه ذهب والذهب هذا هو موجود عندي يعني ما حدلوا مصلحة أنه يقتل البنت لأن البنت لا عندها مشاكل لا عندها عدوات وهو كذلك ما هو من أصحاب المشاكل المهم بالتحقيق مع مفيد ويعترف بجريمة واللي ارتكبها وطبعا الشركة فيه اليوم الثاني جاهم تفتيش لكن فيها ذاك اليوم كانوا ملقين القبض على مفيد لأنه في ليلتها كانت حاصلة الجريمة وبإجراء التفتيش تم العثور على المبلغ الناقص هذا حسوا أنه فيه نقص وتقوم الشركة هذه كذلك المؤسسة اللي موظف فيها مفيد ترفع قضية اختلاص على مفيد وتم تقديم مفيد للمحاكمة وتم الحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة الاختلاص وكذلك تم الحكم على مفيد بالسجن لمدة عشرين عام مع الأعمال الشاقة لكن مفيد أمه حطت له محامي وبعت اللي فوقها واللي تحتها والمحامي نقض هذا الحكم وفي الحكم النهائي تم تخفيف الحكم من عشرين سنة أعمال شاقة إلى خمسة عشر سنة مع الأعمال الشاقة كانت هذه نهاية القصة المليئة بالعبر اللي نستخلصها من خلال مجريات وأحداثها القصة وأهم العبر شغلة منت قدها لا تساويها ومال ماهو لك لا تلعب فيه وخصوصا إذا كنت موظف ولا مؤتمن الأمانة هذه أمر صعب جدا الجبال ما حملتها لكن سبحان الله الإنسان حملها لذلك الأمانة شيء ماهو سهل ماهو بالسهولة أنه أنت يعني تكون مؤتمن على مال ولا حلال ولا أرض ولا أي شيء وبالتالي بنصيحة أحد الأصدقاء تيجي أنت تتصرف بهالأموال هذه ولا بالأراضي ولا بهالأمانة مهما كانت تكون لذلك في النهاية مفيد دفع الثمن والعبرة الأهم لما يجيك عريس ويتقدم الخطوة بنتك ولا بنتك لا تحملينه أكثر من طاقته المهم يكون شاب محترم ومؤدب ويحافظ على بنتك ويداريها ويعتني فيها وما يغلط عليها ولا يسبك ولا يسب أبوها ولا يسب اللي يخلفوها على طالع والنازل ويمد إيده عليها ويضربها الفلوس ما هي كل شي فيه الحياة نسأل الله السلام والعافية لنا ولكم جميعا في نهاية لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر